رجل كبير السن ومقعد وعنده ضعف في الإدراك يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله أموال في البنك ويسكن يقول رجل كبير في السن ومقعد وعنده ضعف في الإدراك يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله أموال في البنك ويسكن عند أخيه فهل يجب أن يتجر له في أمواله أم تترك على حالها هذا يراجع فيه القاضي القاضي ينظر في وضع هذا الشخص هل يحتاج إلى إقامة وكيل على ماله أو لا يحتاج فإذا كان يحتاج إلى إقامة وكيل فالوكيل يتصرف بصالح صاحب المال حبيع يشتري فيه لكن بإذن القاضي وكال من القاضي نعم